اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة رجل حاضن ابنه الصغير بمدينة تبريزة ايران وبيقول تحتها الصورة ان اليوم عيد ميلاد ابنه العاشر ابنه شخص كتير حساس منزغره وبيحب الناس وبيحب يحل مشاكل الناس وخبرنا قصة انه لما كان ابنه عمره خمسة اثنين بس اخدوا معه على السوق واشتروا سوا كيلو مشمش الصبي الصغير اخد الكيس ومشي ورا والده على الطريق وبعد شوي والده طلب من ابنه انه يعطيه حبة مشمش قال له ابنه ما بقى معي مشمش سأله والده ليه قاله لانه وزعتهم على الطريق بهاللحظة طلع الاب بابنه وفرح قلبه لانه بهاللحظة عارف انه عم بيربي صبي كله انسانية هالصورة مشاهدين مش بس اثرت فيه انا انما كمان بملايين الاشخاص اللي شوفوها حول العالم ومنهم الرئيس الامريكي باراك اوباما اللي اخذ من وقته حتى يعمل كومنت على هالصورة وقال انه هاي دي من القصص اللي اكتر او انه اكتر القصص اللي اثرت فيه شخصيا وطبعا هنى الوالد على هالتربية الصالحة ونحن منوافق الرأي وانا كام وكانساني بقول انه اهم واجمل مكافأة لأي ام او لأي ابهي لما منشوف انه هالقيام والمبادئ اللي منحاول نزرعها بيولادنا بتبلج تزهر باعمالهم متل ما شفنا بهالصورة واكيد زملائي اكيد تينا بتوافقني لانه تينا ام اللي على الطريق منشوفها بعدين صباح الخير رو مني بالمية مني مركزة معك مفروض تركزي لانه موضوع بهم كل شخص بهمه الانسانية وبعارفك ان انت عندك انسانية كمان كبيرة وعندك ولاد تينا كتير مهم انه اجمع حاولنا نزرع مبادئ باولادنا اذا احنا ما كدنا مثال لالون ما رح يتبنوا هالسلوك المبادئ ما بيتعلمون الا منا رولا وواضح انه الاب عنده هالمبادئ وعنده هالقيام حتى هالولد تلقائيا وغير شعريا بلش على طريق وزيح الوفيكي على الناس وان جد كتير حلوية كانت هالخبرية عندكم اخبار حلوية مثلا غير التعصف رح نحن نحكي عنه دربت مناطق معينة تشتاح كل لبنان بهالكام يوم ايلي عندك شيء من حمس المشاهدين اليبيا تكنولوجي ايه اكيد انا احكي قليلا احكيكم عن احكيشن اسمها رأسك سريع ليزم يفروز بتعليقها عن احكيشن بأسلوب لعبة كتير معظومة يعني الفرز ببلش بالرأس قبل ما يبلش بالتنفيذ وببيوتنا من دون تأخير خلينا نبضح الاتناتين انا وياك بأخبار منوعة ضمن ابتو ديت تفضلي اخبار منوعة من لبنان من الدول العربية وكمان من العالم والخبر الابرز والاهم كلنا منعرفو مش ضروري نخبركن لانه عم بتشمو وعم بتشوفو او بالاحرى ما عم بتشوفو مثل ما كلنا سرنا نعرف مشاهدينا مبارح ضربة عاصفة رملية كتير قوية مع رياح قوية وكمان غبرة ما كنا منتظرين ابدا ما بعرف في مثل امريكي بيقول يعني لما بتشتي بتهطل بمعنى انه لو ما تخرب بتخرب من كل النواح اخر شي كنا منتوقعو هي هالعاصفة الرائعة لاشتاحة مناطق معينة بالبنان مبارح وبتصور واصلي على اكتر من المناطق اللبنانية ضربية تمبارح عاصفة رملية مع رياح قوية وغبرة بمنطقة البقعة الشمالة وخصوصا مدينة الهرمل والمنطقة الجردية المحاذية لعقار والضنية هالوضع سبب انعيدام الرؤية بالحالة الطبيعية اكيد مع تراكم النفايات والاقنية للمدينة واهل المناطق نيشهدوا البلديات انه يعالجوا الوضع بشكل سريع خوفا من الامطار لانه ممكن تنتج كوارس في حال امطرت بها الحالة مع الغبرة والرياح ما بعرف شو ممكن يصير يعني ايه ايه شي كلنا مناطرين ومتوقعين الطريق اليوم نحن وجايين السيارة كيف كانت عتمي يعني عتمي اولا يعني وكأنه ضباب بالهوى على السواحل والسيارات كلها ما عمنا قدر نشوف بس حتى بالبيت رولا بتعملي هيك بيطلع أصفر عيديك يعني هالجواء بالحد الأدنى كلها أمراض منضيفة على الأمراض بدنا شتوي بدنا شتوي لا ما بدنا شتوي لأنه لما بتشتي في كوارس ممكن تصير عال من النفايات المنتشرة بكل المناطق الانية كمان هايدي حالي سدي ما في مهرب مننا بعد شوية رح نحكي عنا اليوم بطاب ستوري فكرة خاصة مع متخصص به هالمجال نشوف شو عنا حلول ونحنا كأفراد شو ممكن نعمل حتى نبلش نتوجه صوب الحال وبرجع بذكر أنه كل واحد مننا بيحول مسؤولية إن كان فرز النفايات اللي رحي حكي عنه بعد شوية بتكنولوجي أو الكوارس اللي ممكن تنتج إلا إذا مش كل واحد مننا كمان تحرك على الصعيد الفردي رولا وإسئل عديدة الواحد ينزل وزنه ولكن مش بالطريقة التقليدية اللي هي دايت بتكتعرفي اي بصاني كم كيلو بلشت بوحدة منهم اللي هي الدحك الدحك هي الطريقة الأسهل وحتى يحرق سعرات حرارية إذا شاهدنا 15 ديئ من مسلسل كوميدي نحرق بين 10 و40 سعرات حرارية والضحك كمانا بيطلق هورمون السيروتون اللي هو بيمنعنا من الجوع فهيدي شغل ترمي وشيلي تاني هي الرأس مين ما بيحب الرأس إن كان عم نرأس بسرعة أو سلو فمنحرق بين 450 و600 كالوري بزرف نص ساعة فكمانا هيدا طريقة لحظة هلأ اثنينات وفينا نعمل ونحن وقعدين بالبيت أكيد والثالثة رحت عملية بس بالبيت مش كله ناس بفوق الرأي واحدة من أفضل التدريبات خارج الناد الرياضي مميرسة الجنس على مدة نص ساعة بتحرق فيها 160 ساعة حرارية مش كتير بس واحد فيه مدة نعم التسوق بما يحب الشوپنج فالساعة من الشوپنج بيحرق تقريبا 180 كالوري مش بطالة وأكيد إذا بتحم لغراضي كتير إذا بتشترك كتير هذه بتزيد عدد فتزيد 260 ساعة حرارية العمل حتى شغل للنساء أو للرجال إذا بتشغل عندكم بتوقفوا أكتر من ما بتقعدوا بتكونوا تحرقوا كمان ساعة حرارية زيادة تقريبا بين 16 وال20 سنويا الواحد بيخسر إذا وقف أكتر من ما قعد بعملوا الغناء لا تستحو هيك ترنتحو إذا الواحد بيغني على فترة نص ساعة ممكن نحرق تقريبا 138 كالوريز حتى الطبخ بيحرق كالوريز بس المهم إنه ما تطبخي وتأكله طبخة كلا كلا شوي تقريبا بال100 كالوريز البرد بتعرف لما نبرد هيك بتكزع حالك وهال رجفين كمان بيحرق كالوريز وفي استدين عملت إذا واحد قعد بيقوض بيردي على فترة نصيعة ممكن يحرق إلى حدية 400 كالوري لأنه جسم بدي مجهود أكبر حتى يحفظ على الحرارة يعني بصير يفروس طاقة أكتر التنظيف ليش لا ما نشتغل ببيوتنا من وقت لوقت التكنيس بيحرق تقريبا 100 كالوري وهيدي موجهة للنساء والنجيل مصصيعة مصصيعة بتكنيس بيتك بيكون كبير كبير ساعتها وهيك بريح النطور مش بس خدمتي بالبيت فهولي أفكار مهضومة وكل واحد حلوة أخبار كثيرة معظمة منقدر نعملها بالبيت فما لدينا ولا حجة لنحرق وحدة حرارية ننتقل لخبر عن فكرة مبتكرة لسيدة لبنانية ماذا عملت سيدة لبنانية بالسياسيين سنرى بالصور انتشرت مؤخرا صور لزعم السياسيين اللبنانية برسومات تاريخية اشتهرت على مر العصور ولفت انه كل سياسة اخد حصته منها رسومات وتم اختيار الشخصيات بأسلوب بيمزج بين الناحية الفنية والناحية السخرية الفكرة المبتكرة والطريفة كانت وراها السيد ماريجو زيرز الله اللي قرر يتعبر عن رأيها بالواقع السياسي اللي عم نعيش من خلال رسم سياسيين بصور عرف عرف عليها عبر مر التاريخ ووضعت كل سياسة بالصورة المناسبة لألوبة والشخصية القريبة اكتر بحديث مع الام تي في اكدت السيد رزق الله ان الفكرة اجيت نتيجة الاوضاع السياسي والمعاشية الصعبة اللي عم نعيشها خصوصا بعد التطورات الاخيرة واساس الفكرة تينا كتير مهضوم الفكرة وراها مش بس انه حتى اتقدمهم بنظرة شوي طريفة هو انه هالسياسيين اللي عم نشوفهم وتعودنا عليهم عبر مرة سنين قامت بوضع بقالب تاريخي عبر العصور لانه حتى يكونوا من الماضي يعني هون نوع من اللطشة من السيد رزق الله لها السياسيين لانه المواطن مل من السياسيين نفسهم عبر سنين طويلة فانتهى دورهم ولازم نوضعهم كلهم وين متل ما منشوفها لوحات بالتاريخ وفي المتحفة كمان وكمان نفس الوقت حبت تقول انه راح تكمل بزهار الشخصيات بهذه الطريقة ولكن ما راح تقريب صوب اي شخصية دينية ان كانت مسلمة او مسيحية من باب الاحترام اكيد ونحنا منوفق الرعي افيدت الوكالي الوطني للاعلام بخلع وكسر محل بمنطقة صور لصاحبه حسن محمد حويلة وهيدي التالت مرة بتم سرقة هالمحل سرقوا 1500 دولار مع مولد كهرباء واللي سرقوا المحل تركوا رسالة لصاحب المحل بالمزيد ولو لا في شيء شخصي في طارق وقاحة يعني قربع مرات مش مش صدفة وهيدي المرة الرابعة مننتقل لخبر عنا لفيسبوك مشاهدين مين مننا ما عنده صفحة خاصة على فيسبوك ولكن عدد الأصدقاء تختلف بين شخص وآخر ممكن يكون فرق كبير وكمان أظهر الدراسة حديث إنه الأشخاص اللي عندهم مئة الأصدقاء على موقع فيسبوك ومعرضين لمضايقات ومحتوي غير لائق هالأمر ممكن يسبب لهم مشاكل نفسية حسب صحيفة الديلي مير البريطانية وأوضح الدراسة إنه الأشخاص اللي بدهم حساباتهم مئة لأصدقاء معرضين لا تعليقات ممكن تدمر نفسيتهم وتدمر سمعتهم لأنه لما بزيد عدد أصدقائنا على الفيسبوك تينا أكيد ما فينا نسيطر على تعليقات الناس وردات فعل الناس لأنه إجمالا بالواقع نحن بنعرف كل الأشخاص اللي نتعطى ونتوقعين إلى حد ما الكلام اللي ممكن ينتج عنهم ضمن الحدود الاجتماعية ولكن بالعالم الافتراضي ما فيها الحدود وأي شخص غريب ممكن يعني يقدم أي تعليق بالدوية من دون ما نحن نقدر نسيطر عليه لما بيكون عدد أصدقائنا قليل يعني تحت المية وخمسين وهذا الرقم اللي نصح في الباحثين نقدر نسيطر على تدفق المعلومات اللي بتتقدم لنا على صفحتنا فانتبهوا مني رح ننهي ابتدايت بصورتنا لليوم صورتنا كتير حلوة من بيروت نحن نطرين كل صوركم عبر موقع mtv.com.lv break أصير مشاهدين وحلقتنا لليوم من MTV Live بتكمل مع تكنولوجي وإلي